موسيقى يا مساء الفل والجمال على كل مشاهدي صبرنا ونوليا اللي بيشوفونا في كل مكان في الدنيا الحقيقة دي في النهاردة هو نجم وفنان يتمتع بموهبة كده متنوعة قدر يثبت نفسه ويخلي نفسه بصمة في عالم الدراما المصرية وقدر يجذب مجموعة كبيرة قوي من المشاهدين ناحيته اللي بيحبوا يشوفوا الأدوار المتنوعة في كل دور لبصمة يعني تبص تلاقيه مثلا في الاختيار مختلف تماما عن إيجار الدين معايا النهاردة ومعاكم ضيفي النجم الفنان حازم سمير ازايك؟ الحمد لله مرسي على التقديم الجميلة دي لا ولا حاجة جاء الله حاجة حازم انت كل مرة بيبقى ليك طل شكل زي ما بيقول الحمد لله صح؟ بص انا مش عارف يعني ممكن يبقى في طريقة الاختيار ممكن يبقى اختيار بردو؟ اه 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 او هو يعني هو توفيق من ربنا طبعا الحمد لله ان انا الاعمال اللي شاركت فيها لحد النهاردة شاركت مع ناس افاضل سواء من الكتابة للاخراج للانتاج للزملاء الممثلين فهي بتبقى التركيبة بتساعد الواحد دايما انه هو يطلع بشكل مختلف في كل مرة طب خليني بقى أخذ من كلامك ده واسألك يعني ممكن يبقى الفنان عنده موهبة وحضور وكارزمة ويخش عمل مش قوي فيقع حتى لو يتمتع هو يعني بحاجات كتير يعني لو كتابة مثلا مش حلوة لو مع فنانين مش على مستوى عالي من الأداء يقع أكيد طبعا أنت يا حضراتك لما يعني أي حاجة أي منتج في الدنيا لو ما تعرضش بالشكل الصح أو تعمله تسويق بالشكل الصح بيفقد جزء كبير جدا من قيمته أو من بريقه طيب أحكي لي بقى أنت دخلت أصلا التمثيل إزاي بالصدفة بدايتي مع التمثيل كانت أيام الجامعة وما كانش إنت أصلا كلية إيه؟ أنا كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان من شعبة إرشاد سياحي واشتغلت في المجال ده؟ واشتغلت في المجال ده وقت الجامعة بس خدت المنحنة ده على طول بعد التخرج اللي هو المنحنة الفني بس كان عندك موهبة أكيد ما هي دي حصلت بالصدفة أيام الجامعة أيام الجامعة كنت وانا في تانية كلية لها صديقة في أولى كلية كانت هي مساعدة المخرج للمصرحات بتاعت الكلية وكان في عندهم دور بيدوروا على ممثل حد من الطلبة يقدر يعمل الدور ده ومش لقين وكان دور فيه سنة كوميديان وانا عمري ما شفت نفسي ان انا كوميديان خالص فبالصدفة قالتلي دا انا بتشتكيلي يعني ان هم مش لقين حد فقالتلي باقلك ائه اقرا المشهد ده كده فقالت لي المشهد قالتلي باقولك ان انت هتعمله طاللأ لا لا تمثيل ايه وباق انا رجل مشتغل في السياحة يعني حياتي فيها اهتمامات تانية خال ايه تمinga đầu Jáلم مش هتخسر حاجة رحت جربت وكانت على طول لحد سنة رابعة أنا عضو أساسي في فريق المسرح بتاع الكلية ابتدت تفتح لي سكك وروحت عملت مسرحية في مسرح الهناجر مع وزارة الثقافة عملت فيلم رواقي قصير مع خالد الصوي كان هو المخرج بتاعه في القناة المتخصصة تارت تستهويني القصة دي وبعدين جالي وأنا في رابعة أول عمل دراما كان مسلسل واجه الأمر وكانت كان الأستاذ عادل العصر طبعا الفنانة فاتح حمام الله رحمه والأستاذ أحمد رمزي ومجموعة كبيرة يعني تعرفت على أحمد الفشاوي نيلي كريم تعرفت على مجموعة من الموثلين في الوقت ده ومن هنا خلاص دخلت بقى ومن هنا بتارت بقى تتحرك طيب عايز أسألك أنت تجوزت من خارج الوسط الفان مزبوط صح؟ مفكرتش ليه إحنا طبعا لا المدام دي على رسنا والله يسر شو بس ما تقولش أن احنا بنخبط في الحالة لا لا خالص 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 إنت أكيد كنت بتحب بعض قبل بتخش يمكن إحنا المجال ده عيه لكن لأ إحنا كنا بنحب اتطرفنا على بعد أنا اشتغلت فترة 12 سنة تقريبا منتير منتير إعلانات آه إعلانات لا ده أنت معجون بالفن بقى آه يعني أصلا المنتير دي صعبة برضو أنا حبيت ده يعني في ناس مخرجينكوا برضو دلوقتي أساسهم من هما كانوا منتير مزبوط مزبوط فأنت يعني فنان في نفسك كده من كله بقى أنا عندي نهم طول وقت بالفن فكنت تعرفت بقى على زوجتك تعرفت على زوجتي هي كانت كلينت وأنا منتير وجاية أنا انتج لها حاجة لشغلها وهنا بقى تم التعرف بالشكل فكرة بقى بس إحنا اتجوزنا بعديها بسنين كتير يعني اتجوزت أنا 37 سنة آه أنا متجوز من عشر سنين البنات النهاردة بتجوزوا 37 سنة آه أنا اتجوزت من عشر سنين ما كانش عندي ناية للجواز الحقيقة أصلا خالص خايف مش من الارتباط خايف من مسؤولية الأولاد وتربية الأولاد لا احنا هنيجي للحتة دي عشان أنا عندي معلومات عنك مهمة جدا في الموضوع ده آه لأ احنا لازم هنا بنتناقش طبعا بعد ما أسألك سؤال كده الأول لازم هروح لحياتك الشخصية ونتكلم إن جنرال في الجواز وفي الطلاق وفي المواضيع المنتشرة دلوقتي ايه أكتر دور قريب من قلبك؟ لا أدوار كتير أنا بصي هقولك حاجة أنا علاقتي بالدور دايما ما هياش علاقة إن أنا بقرأ مشاهد وخش أعملها وأمشي وأنا مكنش عارف كده يعني أنا عرفت ده من المدام إن أنا فجأت إن المدام بتقولي على فكرة مش إنت إحنا بنتعايش مع ملامح من الشخصية اللي أنت بتعملها في الفترة اللي أنت بتصور فيه مش بتلبسك الشخصية لا لا مش للدرجات دي بس بيبقى فيه صح تتشاط فاكتشفت إن أنا بالطبيعة كده بتعايش مع الشخصية بشكل ما فلما بتتعايش مع الشخصية فترة طويلة بتفضل منها حتة جواكي فمقدرش أقول إيه أكتر حاجة مرتبطة طيب ولو بتعمل عملين في وقت واحد عملتها في مرة كانت كنت أخيرة كانوا ثلاثة أعمال في وقت واحد وكنت أخذها نوع من التحدي إن أنا أقدر أطلع أنط من الشخصية دي الشخصية دي الشخصية دي وخصوصا كان فيه بينهم تشابهات شكلية فكان تحدي بالنسبة لي بس بعد ما عملتها المرة دي قررت أنا أمري مش هعملها تاني مش هتعملها تاني مجهدة جدا متعبة جدا خصوصا ما عادت ساعات التصوير اللي أحنا بنعملها طبعا فباتوه يعني جالي لحظات كنت باتوه أنا فين بعمل شخصية إيه يعني فدي لا بس أكيد يعني أنا اشتغلت كذا حاجة فيه حاجة كده بتبقى قريبة مني لا فيه حاجات بتبقى قريبة مني أو حاجة علمت ونجحت في حبتها هذا مش نشؤاتي طبعا حيفضل طول حياتي يهيب رجل الغراب ده في مكانة خاصة ده كان البداية ده اللي عرف الناس بيا عنا فيه سنة ونص بنت صدقات وبنت علاقات كان أجزاء كمان كان أجزاء وعنا سنة ونص وكانوا سنة ونص في فترة كمان سياسيا على البلد تانينا نصور من أواخر 2012 خلصنا نص أوائل 2014 فكان فترة مهمة في حياتنا مجتمعيا وسياسيا في البلد فلا هو بكل المقييس ده ليه مكانة الواحدة اللي يقرن بقى اي حاجة تاني بعيدا عن ده لأ عندي طبعا صلاح أنديل في خط حرير دكتور سيديم في وعد طارق في منعالمين التلاتة دول يعتبروا كده في المكانة اللي بعد هبة رجل غرابة على طول طيب بص انا عارفة ان انت ما شاء الله عليك حازم زوج هيل واب جميل وحريص على تمارين ولاده وفي حاجات كده انت ايه بتحطها أولويات يعني ما شاء الله ما شاء الله تتشهود احنا مش بنحسد بس ولاي القوي دلوقتي لما بنلاقي راجل دايما راني الحملة على ستة في حتة دي ده حقي صح ولا ده حقي بصي هقولك حاجة انا خوفي من الارتباط زي ما بتلك من شوية المسئولية كان مسئولية تربية الأولاد لانه التربية انا طول عمري بشوف ان مش هتعرفي نتيجة التربية غير بعد فقط الاوان لما يتبروا ايه فكنت بخاف من دي جد ايه وخصوصا ان انا والدي والدتي كانوا منفصلين فانا عائمت ربي في بيت ما فيهوش الاب والامة مع بعض من وانا صغير فعارف المخاطر وعارف المخاوف وعارف الحاجات دي كلها لكن لما خدت قرار واتجوزنا انا وامراتي انا خدت عهد على نفسي ان انا لن اهرب من المسئولية برافو لاني ما عنديش استعداد للندم لما ولدي اتبره وانا والدي والدتي كانوا على حدة داخلين في التربية محادش فيهم معتمد على التاني بشكل اكبر والدي كان بيقوم بدور الاب والام في فترات كبيرة جدا من حياتي فكنت حابب ده بالمقارنة باصدقائي اللي كنت بشوفهم واحنا بنجبر كنت حابب الحميمية اللي في علاقتي بابوي او علاقتي بامي يعني كل واحد على حدة وانا بحب ده لان انا طول عمري حازم لما بيدخل في اللقاءات العائلية انا بيبقى حوالي 12-13 طفل من دول عائلة انا بحب بلعب معاهم بحس بطفولتي تقدري تقولي كده فبعيش معاهم الحاجات اللي انا عشتها ناطفة وفي نفس الوقت انا حابب مع ولادي جدا فكرة ان انا بعيش اللحظات اللي بابايا كان عيشها معايا وانا كنت ببقى شايفه وانا صغير ومش كنت دايما بفكر هو بيفكر في ايه كاب وانا بكبر فقدر عيش ده كاب مع ولادي وقدر مفتكر موقف كتير جدا مع والدي وقدر اقول الله يرحمك عشان كده تصرفت طب ما احنا هناخد رأيك دلوقتي في حاجة نشوفك بقى انت حلال مشاكل وفي لسوف نفسك كده هنختبرك دلوقتي يا استاذ حازم معانا مشكلة طريفة قوي بتقول ايه بقى دي فقرة اسماء اسأل نوليا بيقولك الحقيقة السعار الهدوم والملابس الشتوية غلية قوي دي واحدة بعدة بتقول كده طيب انا عايزة اسأل جوزي يعني لو سمحت انا عايزة اجيب لنفسي والولاد اللبس الشتوي يعني عايزة فلوس خلاص فبتقولك بقى اسأله ولا خدها من قصرها واطلب الطلاقة على طب يعني يعرف اللي هيقال انا محبش كلمة الطلاق دي عاصل الطلاق دي بقت يعني للأسف من كتر ما بقت كلمة سهلة انها هتتقل بقت نسبة انها هتتنفذ اعلى بكتير انا واخد عهد مثلا انا والمدام انه الطلاق ده مش حل الا لو هو الحل ايه لكن ما يبقاش سهل ان احنا حتى بهزار ما نتكلمش فيه الكلمة دي خطة احمر لو هزارنا فيها هتبقى سهلة انها تتقل في الحقيقة طبعا فيه ضغوطات مالية فيه ضغوطات على الازواج وعلى الزوجات في كل حاجة لا تقوله طبعا لانه اهم حاجة ما فيه بينهم ان هو تحوار مشكرك كمان مرة ومنورتيني بسي هناخدكوا دلوقتي مشاهدين للتقرير ده الحقيقة من الالم يخلق الامل مؤسسة بهية هي اللي بتدعم كل ستة مصرية للعلاج من مرض السرطان بالمجان والحقيقة لسه مكملة في علاج كل ستة مصرية اكتر واكتر ومن ابرز الامثلة ونموذج مشرف يحتزى به في دعم العديد من المؤسسات والمستشفيات الخيرية حول الوطن العربي ومنهم مؤسسة بهية هو السفير الدكتور فهد مبارك باكت يون عضو الفدرالية العالمية لاصدقاء الامم المتحدة وسفير وعضو الاتحاد الدولي للامم المتحدة وسفير النوايا الحسنة وسفير وعضو منظمة الامم المتحدة للتدريب والاعلام عضو اتحاد غرف التجارة في العديد من بلدان العالم الى جانب خبراته الواسع في مجال تجارة وصياغة الذهب خلونا نشارككم مع بعض هذه اللحظات من زيارة السفير لمحاربات مؤسسة بهية حيث اطلق السفير منذ ذلك اليوم مبادرة دعم ابطال السرطان حول العالم والتي كانت بدايتها من مصر ومنها الى كافة انحاء العالم واليكم كافة التفاصيل في هذا التقرير انتم حاربات وابطال والجنة تحت اقدامكم انا واحد ترى امي مرت بنفس التجربة وانا معاها والى الان لها ثلاثة سنين للتاني مرة بتاخد نفس العلاج الكيماوي اللي انتم بتاخدوه حكاية انكم بتاخدوا الدوة دا وبيأكل في جسمكم وانتم حاربين وقادرين انكم تدوا للمجتمع فدي حاجة جميلة جدا اتمنى لكم كل الشفاء من قلبي واقول لكم شكرا لكم وانتم ابطال حاجة جاء انتم ابطال اولا انا محاربة من المحاربات ماشا الله ماشا الله الحمد لله مرت بكل المراحل حاليا انا في مرحلة التعافي اللي هي فضل لي تقريبا سنة واخلص العلاج الهرموني فاحنا هنا في الكسم بنبقى حاسين بالمحاربة اول ما دخلت الكيماوي وشعري كل وقع حاسيت بقدقي ان الشعر دا ولا حاجة باللي انا حاسة بيه بالوجع والقلم اللي انا حاسيت بيه بس هنا في المؤسسة كان ليا اصحاب كتير وقفوا جنبي الكلام دا كل اللي بتجوا ليه وبيتقدموا لكم دعم بيقدموا مش عارفة بيقدموا ويقدموا ويقدموا انت يتكلموا على مستشفى باهية طب الشي دا كل اللي بيقدموه بمقابل ولا مجاني لا مجانا كله مجانا المحاربة هنقول المريضة اول ما بتخش هنقول عليها محاربة اول ما بتخش كل حاجة مجانة من البداية للنهاية با هي نظام متكامل للتعامل مع أورام السادر بندي خطة علاج كاملة خطة العلاج دي بتبطلع من لجنة طبية لجنة طبية فيها كل التخصصات المعنية بأورام السادر فيها جراحة الأورام فيها أمراض الأورام فيها دكتور أو استشاري الباصولوجي فيها استشاري الشعاعي فيها استشاري الأشعة فيها حتى استشاري العلاج الطبيعي لو احتجناه بخلت كورس خياطة وكمان بها يديتني كورس في الجامعة الأمريكية رابطة أعمله بيزنس عشان أعلم يعني عشان أعرف أعمل مشروع وأعرف أسوق المشروع بتاعي خلصت الفترة ديه بعدين اتطوعت أنا وابني في المؤسسة وبقيت بحلم المحاربات كل حاجة أنا أتعلم بها جيت المستشفى اكتشفت بعد كده أن أنا عندي قنصة بالصدفة أنا جاية وعمل حسابي أن أنا هدفع مصاريف بس لما دخلت كورسينتر ودخلت كشفت واتشفت أن أنا عندي قنصر بدأت تخش معي العملية في أشعة وتحاليل ومسح زري وأشعة مقطعية لقيت الموضوع كي بالقوي فوقفت كده استوقفت الدنيا شوية كده وقلت عشان ما لقيتش نفسي دخلت السكة واحرج نفسي فسألت الممارسة اللي واقفين على الاستقبال فبقول لها طبعاك أنت بتقولي روح يعملي أنا هروح أعمل مفيش مشاكل هعملوا معي ولا مش معي هتصرف فقالت لأ حبيبك أنت من ساعة ما دخلت المستشفى ومتصلة بالكورسينتر فأنت دخلة كده معنا ما تتفعيش أي حاجة خالص هذا البرنامج برعاية